اشتركوا في القناة اول حاجة بخد بالي منها هي البرامتر ساعة الغراف الار على الواي اكسز والال على ال اكس اكسز تاني حاجة بقى اعمل ريكول للرول اللي بتربط ما بين الار والال ار ايكوز رو اي ال اوبر اي بعد كده هشوف الاسلوب بيساوي ايه طبعا الاسلوب هنا هو طبعا ما يكنسل الار والال اللي هي ار على ال اي بالاسلوب اللي هو اللي بيساوي ار على ال بيعادل طبعا هيطلع كرقم بيعادل في الاكوزين رو اي على الاري طب الاسلوب كرقم بيساوي رو اي على الاري الرو اي بس بتساوي ايه يبقى هنا الرو اي بتساوي سلوب اللي هيطلع من الحسابات في السلوب تايمز اللي بقى الاريا يبقى السلوب تايمز الاريا طيب انا بقى هنا مطالب ان انا احسب الاسلوب عايز اجيب الاسلوب اعملي اولا اللي بدء منين بدء من الاري بدء من الاري يبقى في الحسابات الاسلوب هاختار اي رقمين فانا هاختار الفور وهاختار ما يقابلها شوف ايه اللي بيقابل الفور بقى مش كده هوريزنتل اعطعنا في اللي هننزل الاري تلاقي هناك 20 يبقى 4 و20 يبقى رو اي بتساوي السلوب هيبقى 4 over 20 انا بيجيب الار على ال ماشي اوعة تغلق الاريا هنا عندك بكام اوعة 0.5 خلي بالك ليه عملنا كده لان ده بالسنتيمتر سكوار خلي بالك فبحوله للميتر سكوار فالمهم بالحسابات هطلع عن رو اي بتساوي one times ten power negative five ohm ميتر اللي هو الحل بتاعه هيكون ايه هيكون بيه question number two which of the following represents the intensity and direction كم طلب دول اتنين الانتنستي بالامبير والديركشن الديركشن عندي احتمالين يا اين يا اوت of the electric current i in the figure shown below اللي هو الفيجر اللي قدامك ده اول حاجة بلاحظها ايه تعالى بس ان ايه نكبر الرسمة شوية بنلاحظ ايه عمل حاج على الرسمة دي بلاحظ ان انا عندي current هنا five ampere داخل عندي current six ampere داخل عندي current three ampere خارج ال two ampere خارج وانا عندي القانون بيقول ان sigma او sum of currents enter او into the node هي هي sum of currents comes out of the node مش كده طب يالله بينا نستعم بالله اللي ان اللي كان باقس يدي six plus five طبعا six plus five gives eleven صحب يفترض الناحية التانية برضو يطلع عليه eleven بس الناحية التانية لما بانه اشترك ده خلصت خلصت يا معسي six والfive هم خلصوا خلص فاضل مين بقى two three يبقى two three دول طلعين برا الايه برا النوت دي ماشي يبقى هتقول له two plus three طبعا two plus three ديني five plus i يبقى الاي دي الجهة اللي فيها الاوت ولا الجهة اللي فيها الان طبعا الجهة الاقل الاقل اللي هي ايه two plus three تديك five لكن الجهة دي تديني eleven يبقى الجهة تديني eleven تساوي five plus came فيطلع لك ان الاي بكم بستة امبير واوت واوت في الجهة بتاعت ليه بتاعت الاوت يبقى الحل بتاعنا هيكون ايه الحل بتاعنا هيبقى النمبر سش اللي هو سيكس امبير اوتوب نوت او نمبر ايه نمبر سش herman purpose number three هي thuعتبر من مسايل العلية سنة سنة يعني فى خاطوات لها يعني تعني ن problem tell you is that in the circuit ده ratio between R1 و R2 طبعا بلاحظين ان circuit ما فياش ارقام كلها ratios يعني I و 3 I و V battery و 2 V battery يعني كل حاجة بنظرها يشوف كم مرة من التانية يعني مفيش ارقام فده اللي ايه يعني يخليك تتخض يعني بس تعالى نشوف واحدة واحدة طبعا دول احنا متعودين على الرسمات من النوع ده احنا نطلع منها مثلا ايه ونحلوهم مع بعض كده يعني طيب هو هنا طالب عايز ratio R1 ل R2 وشوف هنعملها ازا اولا هنا لازم نستخدم لان ده اللي بيطلع لي العلاقة اللي فيها ايه V battery مع يعني R دي مش هتلاقيها فين غير فين غير في طب نعمل ايه الاول مكرت على الرسم هنا سر هنا اي بص هنا اي اللي ماشي هنا اي واللي ماشي هنا ها 3 اي اكيد لما يتقبلوا هنا هنا هيمشي ك اه من قانون من هيبقى اللي هيمشي في الجزء ده اربعة اي صحيح ما هو اي هيتقابل من هنا مع 3 اي هيتقابلوا من هنا الاتنين مع بعض هيمشوا هنا ها يبقوا كام يبقى اربعة اي بعدين يرجع تقسم تاني ها او تقسم هنا تاني يبقى هنا تلاتة اي يمشي هنا تلاتة اي يبقى يتقسم هنا وتجمع هنا يبقى في الريزيستور دي اللي هي R2-R1 هيمشي كام اربعة اي دي الحتة التريك اللي هي في بداية المسألة اللي تاخد بلك منها يعني دي تريك كده يعني لو غفلت عنها المسألة بزت منك طيب تعالى ناخده ايه مين ناخده اللي هو اللوب ده يا جماعة اللوب ده هنمشي في الدريكشن ده مع الباتري طبعا ماشي يلا بنا هنقول ايه بقى هنقول ان ال V-Battery بتساوي مفيش غيرها يا جماعة في اللوب ده مفيش غير ال V-Battery بس بتساوي I معدية على R1 يبقى I في R1 I في R1 طيب ما في حاجة تانية ال I معدية عليها ال I معدية هنا وال I معدية هنا وال I معدية هنا مفيش غير مش معدية غير على R1 بس كده كام سايد تلاتة سايد عشان اقفل اللوب لازم مامشي بقى في الصايد ده بقى اللي هو بقى ماشي فيه اربعة اي يبقى هنقول هنا ايه بلس لانه ماشي مع اللوب الكرن ده ماشي مع اللوب اللي هو الاربعة اي يبقى بلس اربعة اي افتح براكت ايوة تعالى بقى نزبط الدنيا ما هو اربعة اربعة اي فاي تو يطلع لأي ها هتقول له اربعة اي فارتو ماشي طب اربعة اي فارتوان هيتطلع لك مينس مينس اربعة اي فارتوان مينس اربعة اي وعندي اي فارتوان من الاول يبقى مينس تلاتة اي فارتوان لان انت عندك اي فارتوان هنا ايه وهنا دول اربعة اي فارتوان يتشيل بس بالنيجتف بس بالليه بالنيجتف فهقول له ايه نيجتف اربعة اي فارتوان بوزتف اي فارتوان يطلع لك ايه طب حلو كدا ادي اول اكويجن عندي هي شوفت اكويجن دي هنعمل زي اكويجن دي بالزبط خلائل اكويجن ون هنعمل زي انا بالزبط يا بس فين ايوة في اللوب التاني بقى بس انا همشي كده بقى المرة دي اللوب التاني همشي كده ماشي برضو مع البتري خد بالك انا بقى hoje بقمشي مع البتري يعني طيب تعالetic هنمشي هنمشي اللوب ده كده بالمنظرات ده كده ماشي يلا بقى هنا بقى ايه اتنين في باتري ماشي التساب ال3i ده معدي على مين على r2 يبقى 3i فr2 ماشي ال3i ده معدي هنا ومعدي هنا ومعدي هنا هنا مفيش resistance هنا مفيش resistance وهنا مفيش resistance resistance هنا بس صح يبقى 3i معدي على r2 اما بقى في ال side الاخير اللي هو ده ال4i لهو ده معدي على r2-r1 يبقى هنا ولو بلس ايوة 4i افتح براكت r2-r1 تعال بقى عامل حاجة نعمل ايه نزبط الدين بوسي سيدي 4i-r2 يطلع لك كام يطلع لك 4i-r2 وعندك 3i-r2 يطلع لك كام 7 يبقى 2b battery يساوي 7i-r2 خلصنا كده من i-r2 هنا وهنا فاضل يبقى minus minus 4i فقير r1 ها يبقى minus 4i فr1 حلو كده ادي الاكواجين التاني حبيب قال هنعمل بقى substitution ونشتغل شغل الماذبق هنعمل substitution لل v battery from one into يعني ايه هاشي ال v battery دي 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 معها ونعوض بها هنا ماشي هنعوض بها هنا دعنا بقى نشوفها هنعوض بها ازاي بص سمع اللهم صلع سيدنا رسول الله هنشيل v battery دي بقى ونحط مكانها اولا ال 2 اهي قدي ال 2 يا جماعة خلصنا منها هنشيل v battery وحط ايه بقى افتح بقى bracket كده اربعة ايوه i for r2 اللي دي خلصنا منها ها minus ايوه three i for r1 حبيب قال ايه في ال bell bracket بتساوي تعالي نكتب بقية اللي ايه equation هي يبقى 7 i for r1 minus اربعة i for r2 اه معلش لقبط هنا 7 i 7i ها for r2 minus اربعة i for r1 ماشي يالا بي بص سمع اتنين فاربعة اجلالة همهنية i for r2 اتنين في ثلاثة يبقى مني الستة i for r1 كله ده بيساوي سبعة i for r2 minus اربعة i for r1 ايوه الرجل الفاضل لو انا جبت i for r2 في سبعة ودتها هنا بالنيجيتف ودت الستة دي بالبوزيتف هنا ايه اللي هيحصل تعالي اقول لك من عندي تمانية i for r2 وسبعة يبقى ماينس سبعة يعني يطلع لك ايه i for r2 مهو تمانية يشين منهم سبعة يلا ساوي الست رايح هناك بالبوزيتف وانا فيه نيجيتف اربعة يبقى اتنين ايوه i for r1 ها نسل ها نسل ها نسل i مع ال i ها نسل اربع الحل في الاخر ان رابعة الحل في الاخر ل r2 بتساوي r1 ل r2 بتساوي 1 to 2 يبقى r1 ل r2 بتساوي 1 to 2 او الحل يبقى الاجابة عندي هيكون ايه هيكون الاجابة d question number four three resistors a b c are connected in parallel خد بالك resistance a bar ايوه resistance b b2 r resistance c b0 r هلوه كده طب فبيقول لك what is the ratio between the electric power consumed in their in them with respect to one another عايز يعرف الpower d للpower d للpower d قبل ما نعرف مش هما resistance a ايوه parallel b ايوه parallel c مش التلال كده اه يعني voltage across a b ساوي voltage across b b ساوي voltage across c طب عنده معروف طب هنشتغل بقى على اساسا الpower e ساوي v square على r عشان نقدر نكانسل ال v لان ال v سابتة طيب ماشي يلا بينا هنقول ايه بقى يا شي دي الله ما صلى سيدنا رسول لا هنقول ايه بقى الpower بتاعة بتاعة a للpower في حالة b للpower في حالة c هنطبق القانون ده شايفو يلا فهنقول ايه بقى v square على r ماشي 2 v square على 2r لايه الحالة دي ها 2 ها v square على نص r يلا مين هيت تكنسل في ال 2 sides ال v صح و كمان وال r هيتطلع لي ريليش ما ايه 1 2 half 2 2 لان 1 over half he gives 2 طيب تعالي هنبص بقى كده على الاختيارات مش هلي ولا واحد من هنا مش هلاقي ولا اختيار في الفراكشن ده في الفراكشن ده جماع عايزة تخلص منه اعملي mathematical بسيطة هضرب كل الري شفتوا ما ثانية افرد كان هنا فيه 1 over 3 هضرب كل الري شفت 3 افرد كان فيه 1 over 4 هضرب كل الري شفت 4 عشان اتخلص من الفراكشن ده طب هضرب في 2 تخيلوا بقى ييبقى ال 1 دي تصبح 2 مااشي والهافدة يصبح 1 مااشي و2 تصبح 4 مااشي مش هيطلع لك الحل C اه تصدق ايبقى الحل بتاعنا هيطلع 2 1 2 4 اللي هو option A C question number 5 which row of the table below correctly represents what happened to the reading of v1 v2 and v3 سؤال بقى لولاتي هو انا قبل ماقفل السويتش الكرن كان بيمشي ازاي كان بيمشي من هنا يعد على الارض ييجي هنا يتأسم بالمنظر ده كده فمسلا i1 يعدي من هنا i2 يعدي في دول بعدين يرجع يتجمع تاني هنا هو بعدين يطلع يمشي الكرن هنا اي ويوصل يرجع تاني المن يعني الريزيستنس مثلا دي قبل ما اقفل السويتش لان الكرن ده هو نفس الكرن ده كرن اللي همشي هنا هو نفس الكرن همشي اما الجروب دي بين 2 points دول صح طب انا بقى لو قفلت السويتش ده معنى ايه ده معنى ان انا هستبعد الريزيستنس دي برا بص يا جماعة دي تطلع برا برا اللعب يبقى الكرن هيمشي هيمشي مش هيطلع بقى من هنا لا هيطلع من هنا ويعدي في ده ويوصل على الناجاتف ما لازم يوصل الناجاتف الكرن بدل طلع من البوستف لازم يرجع تاني على الناجاتف فطلع من البوستف ماشى كده هيتقسم هنا خلاص هيمشي كده هيمشي كده هيرجع الجمع فيه هيتجمع هنا يا جماعة هيتجمع في النقطة دي بقى المراتي ويطلع هنا ماشي طب يبقى دي طلعت بره يبقى الريزيستنس دي طلعت بره خلاص يبقى ريدينج الفولتوميتر في وان ده هيبقى صفر حاجة دور هنا هلاقي في وان بيساوي صفر في الايجابتين دول اللي هو دي وبي يبقى انا استبعدت ايه واستبعدت سي يبقى في وان بصفر فين بقى في بي ودي يبقى لازم اختار ما بين بي ودي ما بين بي ودي طب اللي دعم الاجابة تعالي نشوف بقى كده الحاجات دعم اجابة بس هنضف الاول هننضف كل حاجة مليش ننضف كده ايه واستاذة الافاضل تعال بقى نشوف الكرنت هيحصل له ايه لما قفل السويتش ده اولا لما تيجي تقفل السويتش ده هستبعد ريزيستنس بره كانت سيريز كانت سيريز هنستبعدها تطلع بره ايه اللي يحصل لما نقفل السويتش ده وانطلع الار دي بره خلاص خرجت ايه اللي يحصل الكرنت هتقول لي الار توتل هتقل يبقى الكرنت بتاع السيركت هيزيد الله اكبر كرنت السيركت هيزيد كرنت السيركت هيزيد طيب قول لي بقى هو فيتو ها بتتحسب ازاي فيتو مش الفيتو ده عبارة عن فولت ميتر طرف منه على الباتري وطرف منه على ريزيستنس ولكن اسمها ار طب احنا اتعلمنا ايه اثناء السنة بالنسبة الفولت ميتر طرف منه على باتري وطرف منه على ريزيستنس هنقول ساعتها بتسوي فيه باتري ايوا شيل منها ايه في كل الريزيسترز ما بيرج ليه كل الريزيسترز ما بيرج ليه اه لان دي تعتبر انترنل بقى دلوقتي حبيبان دي تعتبر ايه انترنل حلو ايه بقى ايه فار حلو كده حلو كده طب لو الاي زاديت الله عنיו اكبر في الحالة بقى لما نقف الاسويتش الاي بيتزيد خلاص فالجزء اه ده بيزيد الاي فار ده بيزيد فالفي تو ده بيقل لان في باتري كونستنس ميتباتري كونستنس فتخيل بقى رقم كونستنس بيتطرح منه رقم كل شو عمليزيد اه بيزيد اهو في الريزيستنس بتاعة السيركوت تقل فالكران في السيركت بيزيد فهنلاقي ان V2 بتزيد تجين الكلو من اللي بعده الكلو من اللي بعده انا باختار ما بين B و D هلاقي ان V2 بتقل بتقل في الاختيار B مش في D بص بقى إذا هيعمل حاجة إيبقى ده become zero لان خلاص مفيش كرانت هيعدي هنا خلاص ده zero بقى خلاص ومنلاقي ان V2 بيقل V2 بيقل ليه معلم لان الار اللي محطوطة هنا ما بين رجلين الفولت ميتر دي معها بطارية هنعتبرها internal فكلما الكرانت هيزيد الجزء ال internal هيزيد يبقى ال external اللي هو بره ده هيقل خلاص طبعا بقى مفيش بقى داعي نقعد بقى نهرس في V3 بقى يعصى الله انه خلاص ما عنديش اختيار غير ده ان becomes zero اللي هي بالنسبة الاختيار بي وال V2 decrease يبقى اكيد الاختيار التالت ده هو الصحيح لانه فيش غيره خلاص وفي الحدتين برضو حتى في V increase يبقى الاختيار الصائب عندي هيكون مين الاختيار الصائب عندي هيكون B number six احنا قلنا قبل كده كلمة pulled دي علاقة خاصة بالvolume بالvolume يعني انت لو عندك كان سلكي كده وعملنا له pulling ايه اللي يحصل للarea واللي يحصل للlength والله يا سير لو الarea قلت ده length جماعة اللength بيزيد طب لو الarea اه طب لو الarea قلت للنص اللي يحصل للlength احنا نشوف هنا دي عبارة عن ايه دي اسمها نص ايه فاللي يحصل للأل يبقى دي اسمها double l طب ليه ليه يا سير لما الarea تقل للنص اللength يزيد الدبل keeping ايوة الvolume constant الvolume بيبقى ثابت يا جماعة يبقى الشكل الهندسي بيتغير لكن الvolume يصبح ثابتا اتفقنا لان الماتيرية الوحدة الماتيرية ما تغيرتش لكن اللي تغير الشكل فانت لو قللت الarea للنص لازم length يزيد الدبل عشان نحتفظ بالvolume زي ما هو زي ما تعرفين الvolume عبارة عن ايه ايوة area of length صحيح طبعا لو الarea قلت للنص يبقى لازم length يزيد الدبل عشان كأن ما حصلش حاجة الvolume يفضل زي ما هو حيلا طب ما انت عارف ان الار ايوة الرجل الفاضل المناضل proportional direct مع ال and inverse مع الarea فلما الarea تقل للنص ما هو resistance يزيد الدبل ولما length يزيد الدبل طب ما هو resistance يزيد الدبل الله لا 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 يعني resistance هزيد دبل ودبل يعني ما هي زيد اربع مرات فاذا كانت resistance عشرة فهزيد اربع مرات يتبقى اربعين او ممكن نقولها كالقاية ان R1 على R2 او خليها R2 على R1 بتساوي L2 على L1 في area 1 على area 2 اهو صح كده طب R2 على 10 بيساوي دبل L على L times area على نص الarea اوكي هكنزل الarea مع الarea والL مع الL يطلع لك 421 يبقى ده اللي بيساوي اللي هو R2 على 10 يبقى R2 في 1 يبقى بيساوي R2 بيساوي كامها تكون 4 question number 7 question سهل جدا جدا حد شيغلط في خالص ده in the circuit below switch k can connect to a point a or point b تاب انسموته switch ممكن يروح لأي ممكن يروح لبي خلاص على حسب بقى انت عايز توجيه طيب which point should the switch be connected to in order to get highest ameter reading highest ameter reading معناه اقل resistance صح طب اقل resistance فقاني وضع ايه ولا بي طب عن وضع ايه طب ليه لانك كنا لازم هيعدي على الاثنين دول ده لازم صح طب بعد ما يطلع منهم لو تجمع وماشى في سلكة فضية وعد على يبقى كده احنا لغنا دي صح لو ركبنا مع البي كنا معنى ذلك لازم يعدي على resistance كمان لكن هنا احنا تجدنا من الريزيشنس دي خالص وبالتالي هيكون الاجابة عندي هو الاختيار بي لما يتوصل مع point a طبعا في ناس التقبطت او في الامتحان ده واختروا ايه هو هو ما كانش يقصد الترتيب كان يقصد الاختيار هو الاختيار عندك ايه لكن ترتيبه بي الترتيب بتاع الاختيار ده هو بي فهو ده ال confusion اللي تم في الامتحان بس لكن هو السؤال سهل question number 8 سؤال جميل برضو جدا جدا بس لو كان جاب الارقام كان يبقى اسهل يعني لو كان جاب الratius برضو المهم هو جزء ارقام وجزء الratius على فكرة resistance بالratius يعني 4R 5R 6R والcurrent بالارقام تعال كنا نشوف calculate the value of I1 هو I1 جمعه و I total اللي هو ده جمعه ده I total خلاص يعني هو عايز يعرف I1 كام و I total كام in the circuit shown below طيب جميل اول حاجة عاملها ايه لازم اعمل simplify circuit فال4R دي معدي فيها current كام 3A يبقى اكيد معدي هنا كام برضو زيها 3A لان دي 4R و دي 4R فالresistance دي زي دي و دي 2 دول فده 3A و ده 3A يبقى الكرنت اللي ماشي هنا قبل متقسم كان كام 6A حبيب قال بالغال يبقى الكرنت اللي ماشي في البرانش اللي فوق دي كام اهو كده كده يعني simplify اكتر ال4R وال4R دول لو انا عم تقول equivalent طلع لك كام 2R صح 2R يبقى الجروب ده 2R و عندي 4R يبقى 3R يبقى ده 3R حلو كده ماشي فيه current كام احنا قلنا 6A اللي هو ده ماشي يبقى 3R يليه البرانش اللي فوق دي كلها كده ماشي فيه current 6A طب والبرانش اللي تحت كام بص بقى البرانش اللي تحت 6R حبيب قلبي طب مش دول البراليل مع بعض اه ايه علاقة ratio current مع resistance ratio current مقلوب ratio resistance الله 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 مقلوب ratio resistance طب مش دي 6R و دي 3R مش 2 to 1 resistance من هنا مش 2 to 1 يبقى ال current هيبقى هنا نسبة 1 ل2 1 ل2 1 ل2 يعني ال current اللي هنا هيبقى نص current انه نيبقى كام 3A الله اكبر 3A وليه يا سيدي عشان الفولتج يكون the same يلا مش الفولتج I في R يلا 3 في 6 تقولي 18 6 في 3 18 الله اكبر يبقى لو current current هنا 6 يبقى current هنا نص ال6 لان resistance هنا 6 يبقى نصها هنا 3 دايما دايما بصي كده ال I 2 مثلا I1 بتساوي R1 لR2 فنحن قلنا 6R على 3R يطلع كام 2 صح يبقى لازم current يتقسم بنسبة 2 1 2 1 يعني لو current هنا كان 6A ده resistance الاصغر يبقى لازم يكون هنا 3A resistance الاكبر اكبر بنسبة كام 2 يبقى نص current يمشي هنا المهم مش عايزين نعد تفازلك كتير يبقى current اللي هيمشي هنا total كام هتقول 6 و3 هتديك هنا 9A يبقى الاختيار بتاعنا هيكون 3A 9A 3A هيعدوا هنا و9A هيعدوا هنا وصلت وصل دي سهل جدا فوش حاجة بالنسبة ل number 9 consider straight wire carrying current carrying current that is perpendicular to the plane of the screen with direction of the current being out of the screen هيا خلي بالك هنا كي انك حطت الالم بتاعك الالم بتاعك بحيث السن باصص على وشك وحطه عند النقطة الزرق دي ها عند النقطة الزرق دي خلي بالك يبقى انت حطت الالم بتاعك بص كده حط الالم بتاعك على screen ايوة كده بيشور على فوق خلاص طيب ماشي كامل فبيقولك بقى هنا ايه ايوة ايوة عايز يعرف انهي اللي صح طبعا احنا زي ما تعلمنا ان احنا لو طبقنا هنا اتجاه الكارنت الكارنت هنا دوت بيربنديكلر out of the page ده معناه ان الفيلد هيبقى ماشي كده ايوة امبيرز رايت هند رول الثمب بيشاور عمودي على الصفحة البرة يبقى بقيت الصوابع بتلف كده اتفقنا طيب انا بقى لما تقول ده ده على الواير كل امسوري على حوالين الواير كل حوالين الواير طب انا عايز عند point عند point يبقى تانجنت يبقى تانجنت على فوق يبقى تانجنت to the left يبقى تانجنت down يبقى تانجنت to the right كده يعني خلاص يبقى انت لو عايز عند point هتعمل تانجنت لو عايز حوالين الواير كله هتروح عمل سيركل هنا الرسمتين موجودين ده حوالي الواير كله الفيلد جرب حط ألمك على الشاشة اللي انت بتفرج عليها دلوقتي واتجاه الفوق طالع من الورقة حط الثمب في اتجاه الألم يبقيت الصابعة تلف ازاي زي ما انت شايف كده طيب النقطة الوحيدة اللي عندك صح هي لان ده تانجنت الوحيد اللي عندك ده تانجنت لكن ده مش تانجنت ولا ده تانجنت وده تانجنت بالعكس عند ده تانجنت بالعكس يبقى غلط برضا يعني لو كان ده مرسوم كده كان خدنا صح ماشي لو كان ده مرسوم كده كان يبقى صح لكن الصح هو مين هو بي يبقى الاجابة عندك هو الاختيار دي الاختيار ترتيب ودي ماشي ده شاية الاختيار وده شاية الاختيار خد بالك بقى الاختيار ده نزل كده والاختيار ده ماشي كده ماشي طعب فيقول لك ده الاختيار بين المغنيتك المغنيتوز مش عز داريكشن طبعا عند مين اكس وي بس خليبا لك انه عند اكس في توتل فيلد بي توتل مش بي وان بس ده بي وان وبي تو خليبا لك يعني في تو فيلد وعند واي نفس القص فانا انا كل هعمله هجيب البي عند اكس وهجيب البي عند واي وعمل ريش بين طب يلا البي عند اكس اكس وصل لها كان فيلد اتنين خليبا لك واحد من الواير التاني اللي هو الاتنين داخلين مش انا علمتك لما يكونوا داخلين هيكون البي توتل بطرح بعمل بالاتنين يبقى هنا هقول الميو على تو باي في اي كل ده كومن فاكتور هاخد ده كومن فاكتور هيتفضل يبقى في البركت هيتفضل لي وان على دي مينس وان على تو دي لي يا ولاد بص كده ال بالنسبة للواير اللي هو الهوريزونتل الهوريزونتل اللي هو ده الpoint d على مسافة d والواير اللي هو الvertecal اللي هو ده الpoint d على مسافة دابل دي صحيح كده يبقى هنا هو الوان على دي مينس وان على تو دي عايز تعملهم كل واحدة اللي واحدة وبعد ننتخد كومن فاكتور بفيش مشكلة تقوله ميو على تو باي اي على دي مينس ميو على تو باي اي على تو دي طويل ما انا خذت كومن فاكتور وطلع المنزر ده ماشي يبقى هنا هيطلع ميو على تو باي اي هاي 1 على تو دي ما هو 1 على دي مينس 1 على تو دي يطلع ناخده 1 على دي كومن فاكتور خد 1 على دي كومن فاكتور يطلع لك واحد نقص نص ما هو 1 نقص نص يديك نص ماشي ماشي حلوة كده دي نمبر كام دي نمبر ون نمبر تو بي واي بقى بي عند واي هي هي نفس الايكويشن بس كله هيتغير مين ده بدل ماينس يبقى بلس لو تاخد بالك ان ال two wires هنا واحد داخل واحد طالع فاكرين لو داخل وطالع يبقى ال region دي كله بتجمع في ال region دي بنترح لان هنا ال two feeds بصوا جده انا علمتها لك قبل كده لو ال two currents داخلين او طالعين يبقى في ال region دي وال region دي بنترح لكن واحد داخل والتاني طالع واحد داخل والتاني طالع يعني في ال region دي وال region دي بنجمع بنجمع خلاص يبقى دي بنعمل difference بنعمل difference هنا بنعمل addition هنا بنعمل addition فاكرين هنا هنعمل addition نفس القصة هو هو أنا ما غيرناش حاجة نفس ال current نفس المسافات كل حاجة double distance distance نفس المسافات double distance نفس المسافات يلا بينا يبقى ميو على توباي ايوة فأي افتح بركت 1 على دي بلس 1 على تو دي هيها أخته يقولوا يعني طعب يبقى هنا لو أخدنا 1 على دي كومن فاكتور يطلع لك 1 بلس هاف يعني ايه 1 نهاف يعني 3 على 2 يبقى بيتساوي ميو على تو باي فأي لو أخدنا 1 على دي كومن فاكتور من البراكت هطلع لك 1 زائد 2 يعني 3 على 2 في 3 على 2 دي صح 3 على 2 دي ده نمبر كام ده نمبر 2 لو جبنا بقى ريش يوم معلم يلا بي اكس لبي واي ريش يوم هيتكنسل ميو على توباي اي ميو على توباي فى اي والدي مع الدي والتو مع التو يطلع لك في الاخر وان تو ثري يبقى الاجابة عندي هتكون اي وان تو ثري نمبر اي ديبن اصرف الكويل او اريا زيرو بوينت زيرو توني فايف ايبدا الاري اه ميتر سكوار طبعا consist of 50 turns and it's connected to a variable ايوا current source the coil is placed inside a uniform magnetic field دما بتغيرش such that it's plain parallel to the direction magnetic field تفاقنا طبع the graph shows shown represents the relation between the value of the current in the coil current دا بيتغير هو البيتغير and the torque acting on the coil والترك اللي acting on the coil وهو محتوط فو وضع الparallel the maximum torque خد باله وضع ال اي وضع الparallel هو بدلت بيشوف العلاقة بين the torque والcurrent اللي بيتغير يعني اللي بيتغير هنا هو current مع the torque وال torque والكويل فوضع الparallel acting on the coil the magnitude of the magic field هو عايز البي that the coil was placed عايز البي بتاع المكان اللي محضوط في الكويل طيب بداية كده نكتب القانون بتاع الجراف دا torque بيساوي بي آي اي ان بي المكان آيان اللي موجودة بتاعت الكويل الاي الكارنت اللي ماشي في الكويل اريا الكويل عد لفقت الكويل مين اللي بتغير هنا التورك مع الاي دول اللي بتغير مين مرسوم على ال y axis ده التورك مين مرسوم على ال x axis ده الكارنت يبقى ال slope اللي هو حسابيا بيتحسب التورك over the i هيطلع رقم الرقم ده بيعادل في الاكويل لو نشطبطهم كده هيعادل ban b a n السلوب قدر احسبه وال a وال n مدهم لي يبقى فاضل مين ال b يبقى نقدر نقول هنا ان ال b بتساوي ايه ال b بتساوي السلوب divided by if n طيب السلوب منع الجراف انا هختار مين هختار اخر رقم اللي هو مثلا ال 6 نشوف المقبل هنا كام نحط تاني هنا كام مقبل ال 6 كام تحت هنا 12 خلاص يبقى ناخد ال 6 وال 12 y على x يلا بنا يبقى هنا السلوب 6 over 12 خلاص والاريا بكام الاريا ب 0 0 طيب وعدد اللفات بكام احنا قلنا 50 طيب لو جينا حسبنا الحزبة دي هتطلع 0 point 4 تسلا هتطلع 0 point 4 تسلا اللي هو 0 point 4 تسلا اللي هو الاجابة بتاعتها تكون مين الاجابة بتاعتها تكون دي سؤال جميل ورائع حلو او السؤال دا يا سيدي بيقول لك in the following figure the result of my flux density at a point x is ودالك the permeability of air for by time is 10 over 7 over per ampere dot meter الصرفة اللي قدامك دي عبارة عن باتري والكرانت ماشي فيها بالمنظر دا كده الجزء اللي انت شايفه دا اللي هو ماشي فيه 15 ampere والجزء دا برضه وصيها معل طبعا الكرانت في الجزء دا بصي هنا الجزء دا دا جزء من circle وده جزء من circle وهنا الانجل مدالك ب45 درجة قد بالك دي مش موجودة في circle لكن عايز يقول لك ان دي جزء من circle طب الجزء دا يمثل عدد لفات اد ايه اذا كان عامل انجل 45 يبقى الجزء دا عامل 45 والجزء دا برضه عامل اد ايه مش دا جزء من circle دي اه وده جزء من circle دي كشكل هندسي يعني اه طب دا يمثل قد من circle هو عدد اللفات يعني بسيط هنقول له ان عدد اللفات بيساوي الانجل 45 بالنسبة لل 360 هيطلع 1 over 8 نص الربع يعني 8 لفة 8 لفة خلاص يبقى معنى ذلك الجزء دا يمثل تم لفة والجزء دا يمثل تم لفة من مين بقى من complete circle من complete circle يعني تم دا عدد اللفات ماشي نمسح بس العجل دي عشان ايه الرسمة تبقى بالنسبة النارية طيب انا بقى عايز اجيب ايه انا عايز اجيب البيت ووتل عند اكس اكيد الاندي اكس دا في فيلد جاي من الجزء دا وفي فيلد جاي من الجزء دا يا ترى التو فيلد اللي جايين من الجزء دون مع بعض ولا عكس بعض واضح كده ان الكارنت هنا عمل clock والكارنت هنا عمل انتي clock الله اكبر يبقى معنى ذلك هنعمل difference لان الكارنت هنا هيعمل الفيلد in الكارنت دا اللي هو الكارنت دا هيبقى الفيلد عند اكس هنا in وال والكارن دا هيعمل اي out اللي بالك بق دا الكارن دا هيعمل اي out طيب يبقى عند اكس البي توتل عند اكس هي سيب بي وان ميمس بي تو سيب هناخدو مي وعلى تو n i واللي هيتغير هو radius طبعا radius الجزء الاولي دا بكام هو مسميه تلاتة باي سنتمتر طب وال radius دا كله بقى كام بص يا معك من مرة معلش اهو على الرسم كده عشان ايه من ايه من اه بص يبقى radius دا اهو مدهولك بتاع الجزء دا اللي في الكارنت ماجي كده يعني لو انت كملت circle يبقى عمل south ماجي لو كملت circle circle يعني او cycle خلاص يبقى radius هنا كام تلاتة باي سنتمتر اما التانية الكبيرة دي بقى طبعا لو كملنا circle دي كده هيبقى anti clock يعني عمل north عمل north يبقى البر out ماجي المهم radius بتاعه كام يا معلم ها radius بتاعه كام i على two r بس هنا بقى عندك ايه b1 و b2 فانا خدت mu على two n i ده common factor يطلع لك one over three by three by two كده عشان نحوالها للميتر minus one على five by two عشان نحوالها برضو لقيها للميتر على فكرة يبقى الفيلد ده اكبر لان radius اقل والفيلد ده اقل ان radius اكبر عشان كده بدأنا به الجزء الصغير الاول اللي هو aboradius صغير من حسابات وطبعا ماهمناش هنا نريز الماجنيتيوت نريز الماجنيتيوت لو طلب direction هاخد direction بتاع الاصغر اللي هو perpendicular in يبقى الفيلد total عند x هيكون دايما in لان ده مع الاذ مع radius الاصغر لان current واحد المهم بالحسابات بقى هيبتقول بقى 100 على 2 طبعا 100 على 2 تخلص على كام 100 على 2 الناس اللي فاكره 100 على 2 طبعا الميو عندي الان بواحد على 8 ال اي بخمست واشر من على الرسم 15 افتح 1 على 0.03 بعد ما ضربت الثلاثة افتق بواي ماينس واحد على 0.05 بواي طبعا لو انا خدت بواي كومن فاكتور البواي دي والبواي دي والبواي دي بتكنسل هيتفضل لك كله بقى ارقام عندك كده المهم هيطلع كام هيطلع 5 times 10 power negative 6 power negative 6 ايبا تسلا اللي هو البي عند اي اكس اللي هو الاختيار بتاعك هيكون اي الاختيار بتاعك هيكون بي بالنسبة النبرة 13 دي مساء الامتر طبعا المساء اتهارست يعني خلاص اتهارفت ممكن تعدون طمغام مد يعني ده معناه اي داش بيساوي طولت اي ماكس ده اي ماكس ده هو الاسكيل فهو اتحرك لطولت الاي ماكس يبقى الاصغر هو الاي داش الاي داش هو الكارات الاصغر بعد ما نضيف ريزيستنس وين تسكنكت التوق ريزيستنس 250 اوم يبقى الار دي دي ار اكس يا جماعة طب احنا عارفين ناخدوا القاعدة العامة الاول احنا عارفين ان اي داش لما تكون وان على اكس من اي ماكس يبقى ار اكس بتساوي بنقلب ونشيل واحد اكس ماينس ون من ار اوم دي القاعدة العامة بتاعت اللي اشتغل عليه يلا بينا نطبق طب لو اي داش وان اوفر ثري من اي ماكس الله اكبر ده معناه ان ار اكس بتساوي تلاتة وقلبنا ده بقى تلاتة شيل منهم واحد من ار اوم اشتغل معلم هو قال لك هنا الار اكس بك بمتين وخمسين ده بيتساوي ايه ده عبارة عن دابل الار او من هنا بقى يبقى الار او بك الار او بمتين وخمسين على اثنين يعني هندر توني فايف او حيل حيل بنفس المبدأ فبيقول لك بقى هنا ايه اللي هي ار اكس اللي هي مين الار اكس اللي بتخلي الوينتر ينحر حبيب قلبي انا عايز هنا بقى ايه الار اي داش تبقى واحد على تمانية من اي ماكس حبيب قلبي يبقى ار اكس بتسوي ايه اقلب وشيل واحد يبقى تمانية وشيل واحد من ار او يعني سبعة ار او يعني سبعة في ايه في مية خمسة وعشرين لو انت ضربت سبعة في مية خمسة وعشرين او سبعة وعشرين او يطلع لك يطلع 875 وهو الحل مين وهو الحل نمبر دي نمبر 14 او 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 0.5 تسلا او 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 ده بتكلم على F طبعا تعرف ان F بتساوي B L ساين ثيتا هنا ساين 90 لان الواير محدود اي بربل دكتر وهنا هنعمل L هيطلع عن F L بتساوي B في I او ب عندك ب 0.5 ال I ب عندك 3 0.3 1.5 1.5 نيوتن per meter يبقى لاجب عندي دي ايوه او flux اللي هو B and the torque acting on the coil فكرة الكل محدود ازاي parallel فالتورك بيساوي بيان B I A N التغير التورك بيتغير بتغير ال B خلاص مش بتغير ال position هولي بقى لك لانه ال position يعتبر ثابت اللي هو parallel كم طلباتك عايز المجنيتك دا مجنيتك دايبول moment of the coil هو ده 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 طلب بتاعه عايز المومنت of the coil ايوة صدر الافاضة زي ما انت عارف ان المومنت ما يدعيبون moment md بتساوي ايان وبتساوي برضو ايه التورك على ال B الله اكبر طب ما انا رسم التورك على ال Y axis و ال B على ال X axis مش هو ده يساوي ال slope الله اكبر ما هو انا لو شطبت دول هيطلع لي الايان الله اكبر والدول هو ال slope يبقى من الاخر احسب السلوب طبعا ده بدء من 00 السلوب خد اي نقطتين قصد بعض طبعا انا لو خدت ال 6 دايما باخد الاخر نقطة جماعة يعني اي نقطتين اللي يعجبوك مش شرط مش لازم تلتزم بتعليماتي يعني في الحتة دي خد اي نقطتين دي يبقى اخد ال 6 واخد ال 1.2 يلا بينا يبقى 6 over 1.2 هيتلا 60 over 12 يعني gives 5 يبقى ampere dot meter square دمين ده الموديل فيكتور md دايبول يبقى الدايبول بيسوى ايان او ترك عالبي لهو ليسوى السلوب يبقى هنا حصلنا على الدايبول اللي هو عايزه نقطة 16 the pointer of a moving coil galvanometer is deflected through an angle of 28 degrees امتبأ when the current through the galvanometer is 340 microampere بل angle بتاعت الكرن ناشي if the maximum deflection of an if the maximum deflection angle for the arm اللي هو الpointer يعني اقصى angle بيعملها الpointer كام 45 ديجري ديجري دان the maximum value of the current او اذا كان دال maximum angle عايز الماكس من current طيب تعالنا اتفقوا هل الجهاز اتغير لا يبقى sensibility بتساوي فاكرين sensibility تساوي يبقى theta over eyes هل sensibility اتغيرت لا يبقى theta one على i one هي هي theta two على i two من الاخر كده اعلق theta بi وانت عارف الكلام ده كويس من angle of deflection دارك لي مع the eye ده ما ضمن المميزات بتاعة الجال فانو طب theta one هنعتبرها بكام ب28 على i one اللي هو كام 46 micro ampere بالإجابة رقم د question 17 in the figure the two solenoids A and B have the same number of turns and carry equivalent direct current يبقى نفس عدد اللفات ونفس الكرunt بالك the ratio of magnetic flux of coil to A coil A to coil B طب أول حاجة B بتاعت السيرنويد بتساوي ميو أيوة N I overall ميو N I overall طب الميو والأن والآي ما بتغيروش إبقى علاقة B بال فلو قلت لك B بتاعت A لل B بتاعت B هو الأساس طلب وهو بدأ بإيه الأول وبالتاني بتساوي لنغث B للنغث A وذا واضح على الرسم أن لنغث B 2L ولنغث A يبقى اللبس يطلع كام 221 يبقى الإجابة هنا 221 السؤال سأل قوي سأل 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 كده التانية طيب لو قلنا احنا قلنا ان في تو ويرز البي توتل بتاعهم نيوترل بي توتل للتو ويرز نيوترل يساوي صفر يعني يبقى لازم يكون بي الواير الاول يساوي بي الواير التاني وده بيتم لما يكون ان الاي والدي مع بعض يعني ايه الاي والدي مع بعض يعني المكان اللي فيه على بعض دي من كل وير يعني في كل وير بيبعد بنقطة دي بتبعد على الواير مسافة معينة والتاني مسافة تاني طيب بنفس ريشيو الكارنت يعني كان الواير مثلا ثلاثة اي بقى فيه ثلاثة دي اتنين اي بقى اتنين دي اي بقى دي مثلا يعني طيب يبقى انا هنا بدور على المكان اللي فيه الاي والدي بروبورشن مع بعض يعني اقدر اقول ان اي وان لآي تو زي دي وان لدي تو يا ترى فين المكان اللي حقق ده اللي حقق ان I1 ل I2 يساوي D1 ل D2 وبالتالي B1 تساوي B2 وهم أدى بعض وعكس بعض يديني B total بصفر لو حطيت الوير التالت في المكان ده هيديني فرص بصفر ده التفكير بتاعنا بتاعنا ندور نمسك واحد واحد كده هنلاحظ ان عندي مثلا الوير ابو 3I والمسافة 3D بص كده عند النقطة دي مثلا والمسافة 3D شفت كده الوير ب3I والمسافة 3D طب الوير ده 2I والمسافة هتكون عندي والمسافة عندي دي يبقى ده ما ينفعش طب تعال نشوف حاجة تاني تعال نشوف حاجة تاني بص بقى هناخد مين بقى بص كده هناخد الوير ده 3I أيوا شايف ده والمسافة دي 3D صح؟ ادي دي و 2D طب والوير ده 2I والمسافة دي 2D حبيب قلبي يعني لو اخدنا الويرين دول ماشي؟ واجبنا الفيلد بتاعهم في المكان ده هيطلع الـ لان عند النقطة دي الريشيو محققة اللي هي الريشيو دي يا جماعة محققة عندي يعني الوير ابو 3I هيبقى ليه عند الـ اللي على مسافة 3D اللي هي الـ الـ 3I اللي هو الوير اي الوير اي اللي احنا هنسمي 1 ده اللي هو اي نسمي الـ الوير 1 ده اللي هو اي يبقى المسافة بتاعته كام؟ بص هنا عند الـ 3D طب الوير اللي هو بي اللي هو 2 ده بقى ها؟ المسافة مين؟ المكان الوير ده للم للم كام؟ هتقول لـ 2D ده بنفس الراشيو يعني انت لو قلت 3i على 3d اعلقته ب2i على 2d هتقول لي ده سي صحيح يبقى معنى ذلك الفيلد بتاع الواير ده هنا والفيلد بتاع الواير ده هنا لتنين قد بعض طب هل هم عكس بعض فاضل دي بقى الكرانت هنا الفوق والكرانت هنا التحت تعال انجرب بقى بالright hand rule لو انت حطيت الثمب هنا بقيت الصابعة هتلف كده طب لو انت حطيت الثمب هنا لتحت مثلا لتحت يبقى الصابعة هتلف كده وتيجي النحة التانية بقى out يبقى هنا واحد اللي هو الواير اللي هو الواير اي من الشمسة دي كده الواير اللي هو اي الكرانت هنا الفوق هلاقي الفيلد بتاعه هنا اين والواير ده لتحت هلاقي الفيلد هنا اين وهنا out يبقى كمان عكسة بعض يبقى قد بعض وعكسة بعض يبقى يتطول بصفر يبقى الواير التالت ده هو اللي ها هيتأثر بفرصة صفر يعني محتوط في مكان نيوترال بوينت يبقى الإجابة عندي هيبقى الواير سي هو ده اللي هيتأثر بفرصة كام يا جماعة فرصة صفر نمبر نيتين ريكتانجدر كويل اس بليست ان اماجنيدك فيل فلوكس دانستي كام يا سيدي 1.4 تسلا where the plane of the coil is parallel to the field يبقى بدع من وضع وضع الparallel the coil has 400 turns اللي هو مين دباه دال الن and an area 20 cm square خد بالك مليونتا يبقى دال area عايز الأبرجان ديوز ديم أف جنرات in the coil if it is rotated a quarter cycle واخد وقت كام بقى that time بتاع quarter جماعة لغات ما بقى perpendicular to the field المهم يلا بينا كده يبقى the emf average b3 قد بالك هنا محطش negative خالص يعني هنا اكيد مش عايز direction خلاص يبقى هنقول هنا ايه n delta phi m by delta t طيب phi m عندك ايه يبقى n b a على time بتاع الربع لان في ربع دف flux cut once الفلاكس كله بتقطع ايه وهنا محطتش negative لان هن محطتش هنا negative خالص الآخر يعني انا هاختار هنا من الموضوع يا جماعة دلوقتي كله تعايد مباشر ال n عندك ب400 اهي ال b عندك ب1.7 خد بالك من اللي جاية ال area 20 times 10 power negative 4 20 times 10 power negative 4 time بتاع quarter cycle بكام ب0.05 لما نيجي نحسب حساباتنا هيطلع الفينال انسر بتاعي ب 27.2 فولت اللي هو الحل رقمه اللي هو اي question about 20 a magnet is dropped through a coil and passed from the other side يعني الماجنت دخل وخرج خد بالك عشان ده سؤال كامل يعني دخل وبس ولا خرج بس لا ده دخل وخرج خد بالك فانت يبقى فيه ساعة الدخول وفيه انديوس دي ام اف ساعة الخروج طيب as in the figure shown which of the following graphs represents the change in the or of the change of the انديوس دي ام اف دي ام اف مع الوقت اللي ام افت غارت مع الوقت كلنا متفقين طبعا النورث فوق والساوث تحت كلنا متفقين ان الماجنت وو بيقرب يبقى البي بتزيد يبقى الفاي ام بتزيد يبقى الانديوز اي ام اف هتكون في دايركشن بحيس تكون باك سلف انديوس دي ام اف يعني في الناجاتف صايد البداية عندي ناجاتف فين بقى في الجرافيس دي كلها بداية التغير عندي بالناجاتف بش هتلاقي عندي غير سية بص يعني اختيار غاية فيه سهولة انت الماغناطيس بيقرب يبقى الماغناطيسية او القوة الماغناطيسية اللي بتأثر على الكويل في حالة زيادة ولا نقص مش عايزو يزيد يبقى لازم يكون في الابوسط خد بالك خطف قوله سانوي اني اني مكون عندي مع الزمن اللي بيحصل السرعة مع الزمن اللي بيحصل السرعة بتزيد بكام فاكر بريت 9.8 او 10 even 10 meter per second square او مش قوش في حسابات بس دي اسم عند اسم جي يعني السرعة الدخول هنا هسميها V1 سرعة الخروج اسم V2 من اكبر V2 ولا V1 لا طبعا V2 اكبر يعني الماغناطيسية وهو خارج بقى خارجها الماغناطيسية طبعا هذا النور الصاف الماغناطيسية بتزيد ولا بتقل اكيد البي وهو بيبعد بتقل اضرب في الاريا يبقى الفاي ام وهو بيبعد بتقل يبقى الام اف هتكون في اي داركشن فورورد يبقى ده هتبقى بالبوزيتف واخد بالك بقى والسرعة اكبر والسرعة اكبر يعني الزمن اقل يبقى دلت تي هتكون اكبر يبقى لازم البيك هنا ايوة تكون اكبر من هنا شوف حتى قمة في الدقة بص قمة في الدقة ليبقى هنا اكبر من اللي تحت خد بالك وفي الابوزيت داركشن او في الابوزيتف داركشن ده في النيجيتف داركشن يبقى ده اسمه وده والفورورد اكبر لان السرعة وهو خارج هتكون اكبر يعني التايم اقل انتعرف ان هايقون الغرف سي question 21 the following figure shows electric current or electric circuit i'm sorry that contains a battery of 10 volts with negligible resistance a variable resistance rv اللي هي ريستات اللي هي دي اما ان inductor of inductance 20 ملي هنري ده ال and negligible omic resistance مالوش resistance هنا الارب صفر بتاع كويت ماشي if the variable resistance rv is increased to have a value 12.5 اوم يعني رقيمة هنا 12.5 اوم مفيش غيرها في circuit خلل بالك at an instant في لحظة ما the electric current 10 stay in the circuit at this instant بسيط هنجيب i ساوي خلل بالك هنجيب i بمعرفة اوم slow لكن هنا التركاية بقى فين بيقول at this instant في اللحظة دي هي تفرق current من current في اللحظة طبعا نجيب current الاول بعدين نتشوف كلمة في اللحظة يبقى i بتساوي v battery over r يلا v battery بكام ب10 over r بكام ب12 ونص هيطلع كام هيطلع 0.8 ampere بس هو قال في اللحظة طب هو المعنىش هو تفرق ايه يعني current ده من حتة في اللحظة قالك لا ما هو لما انت تتكلم بقى في اللحظة في اللحظة دي كان في تغير في flux فقطع في الكويل ده فهيطلع emf forward forward يعني كن 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 في battery كمان هن الله الله يبقى هنا تكتب في لحظة التغير تغير يعني يعني بزود resistance بزود resistance فيحصل change in flux cut across the turns of the co يل فهيبقى عندي V battery plus V induced الله أكبر over r فهيطلع لي رقم أكبر من 0.8 يبقى ده لو كان V battery بس لكن لو معاها كمان induced dmf بسبب ال co لا هيطلع رقم أكبر من 0.8 أمبير بس الكلام ده في اللحظة ده مش على طول في اللحظة دي بس بيبقى في اتنين amf مع بعض مش واحد خلاص وبينتهي بعد ده يرجعت current 0.8 يعني في اللحظة تبقى current أزيد من 0.8 ثم L ثاني بيقى 0.8 يعني بيزيد بيزيد عن 0.8 بعد يرجع ثاني يرجع بيمشي ازاي جماعة ازاي انتو عارفين كده صح فهيبقى عندي amf كمان معاها تدعمها لان المفروض current bl لغاية ما يوصل 0.8 نحي دس هو هيبتدي بقى في وجود الكل ده هيحسن الكل بعملي مع البتري خلاص فبدل ما current يبقى 0.8 بس يبقى أزيد من 0.8 في الاجابة كده هتكون الاجابة عندنا هي number c اللي هي greater than 0.8 بس خد بالك في اللحظة يعني هو هيرجع ل0.8 تاني question number 22 which of the following graphs represents the relation between the maximum deus dmf dmf يعني across the coil and of an ac generator and the area of the coil طب هنك تبقى القانون emf max تساوي n b a omega اللي هي tbf طيب سؤال بقى هنا الجرافات اللي هم رسمها فيها l-a بتتغير صح كلها l-a بتتغير l-a كلها بتتغير طب بتغير l-a اللي يحصل l-emf max بص 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 يبقى l-emf max directly مع l-a الوحيدة اللي هتستجد معك هي الإجابة b لان دي direct push relation start from the origin فيطلع لك straight line وطبعا اللي اللي سلوب هيكون n-b omega n-b omega ده اللي سلوب لان الاري هالي بتتغير خلاص يبقى الإجابة عندنا هتكون b question number 23 the following figure represents the transformer if the primary coil is connected to a battery voltage v واضح جدا ندى dc صح what will be the potential difference across the resistor r that is connected to the secondary coil عايز يعرف potential difference هنا هيكون كام على secondary هيكون كام طبعا نزام ان تعرف ان الت يشتغل من نظرية mutual induction mutual induction يروح يطعفين في secondary coil يطعفين فإيطالها ما يساوي ها negative n secondary delta phi by delta t اللي قال لهم من اللي قال لهم من اللي قال لهم من اللي قال من primary طب افرد n secondary ما جلوش الله أكبر ما جلوش change flux الله طب هو أصداد dc هنا الفلوكس phi m is constant باشا لأن phi m لها علاقة بال i phi m لها علاقة بال i هنا constant يبقى delta phi m ب 0 يبقى delta phi m دي هتبقى 0 فال v على secondary 0 فهيبقى هنا equal 0 سؤال مركب شوي ده الارية جماعة سخد بالك ده بالسنتيمتر سكوار برضو يعني خلي بالك مليون that has 50 turns يبقى الان the coil rotates with a frequency 25 hertz يبقى the frequency وعلى فكرة يبقى ده برضو predict time يبقى predict time يبقى 1 على frequency يعني 1 على 2 يبقى كل حاجة عند 1 على 25 يبقى second يبقى يبقى frequency ده cdlb uniformity feed 2 tesla يبقى b وده frequency if the generator is connected to a device ماشي consumes ayوا 120 joul إبقى w energy energy joul energy w of electric energy per cycle في السيكل الوحد وعلى فكرة ته time of one cycle then the maximum value of the current على فكرة ممكن اجب اي طريقة تعقبك بس ان عمل طريقة معينة بحيس خلص في one shot يبقى عايز i-max that generate that generator produce عايز i-max ده unknown طيب ايوه السادة الافاطم الpower ايوه دي كم قانون بص يا اما energy على time energy على ايه سوال ايه يبقى هنا energy على time بس هنا time ايبقى هو قال لك time of one cycle ايبقى تي capital ان هنا قال لك ايه بياخد energy كذا او بيعز energy كذا ايبقى per cycle بس وانا القانون عمتا w على t small بس عملا t capital لانو قال لك per cycle ماشي بيساو بيساو v effective ايوه i effective صح iv او v اي بس effective لو شن effective ها هنحط ايبقى وان على root two وان على root two v max وان اي ماكس خد بالك بقى لو ضربته وان على root two فوان على root two يطلع لك ايه half half يبقى half v max i max حيل حيل ده مين ده ده ال power اللي هو كان بيساوي ايه ال power بيساوي energy على time صح time في حالتنا t capital لكن هو general t small على جنب كده على جنب كده على جنب كده ال v max ايوه كان بيساوي ايه بقى في الدينامو اتقول n b a omega اللي هو two b f الله اكبر طب ما تربط بقى كله ببعض حاضر تعال نربط بقى كله ببعض يبقى ال power ماشي اللي هو ال energy على time يساوي هشيل طبعا هقول نص نصه ده النصه ها هشيل v max وحط مكانها ده كله ها n b a two by f ده مين ده 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 ال v max بس times ال i max اللي هو طلبه بقى اللي هو طلبه او عايز ال i max كل حاجة عندك يلا بينا كده ال w بكام ال w بكام و ال w بندلك بمية وعشرين 120 رجع معاي طب over رجع معاي ال time بتاع one cycle بكام add time one cycle اللي هو one على f كام واحد على 25 بيساوي ده وان على f بيساوي ال half هادي ال half ال n بكام ال n مدهالي ب الله مصدر ب50 هاي 50 turns يبقى نص في 50 طيب ال b بكام ال b مدهالي بكام ال b مدهالي بتو تسلا طيب ال area بكام ب40 لا هو قال لي 40 cm يبقى 4 times 10 power negative 4 زي ما قلتلك بنبهك times 2 by frequency بكام ب25 كل حاجة عندها خلي بالك times اي ماكس هجيب اي ماكس شكرا عايز تجيب كل خطوة الوحدة هجيب بس انا جيبتها وان شوت اتفقنا المهم اي ماكس تطلع بكام في الآخر اي ماكس بالحسابات هتطلع ب300 على باي اللي هي بتساوي 95.5 امبير اللي هي مين لوله الاختيار اي question number 25 in the following figure a magnet is moving towards a solenoid carrying an electric current as in the as the magnet moves the light intensity of the bulb اول حاجة نعملها يا اولاد عشان نحل على السؤال ده اول حاجة كأن المجد ده مش موجود اول حاجة نعملها هنعدي current في circuit بالمنظر ده بعد ما نعدي نعمل ونمسك السلينويد بأدنا اليمين مع اتجاه ال current يبقى الثمب يشاور على النور يبقى النور يكون هنا أولاد وهنا السوف ماشي ده مين ده الباتري بس الباتري بس خلاص يبقى اللي جاي من الباتري واللي بتنور اللمبة وبتحول السلينويد ده الماجنت يبقى البطارية ده بتعمل حاقتين بتحول الكويل ده لمغناطيس وبتخلي اللمبة دي ايه تنور يعني اللضايح هنا سبتا بتتغير طب انا بقى لو بدأت عمل حاجة كمان بقى ان انا بحرك ماجنت تورز ده كده يعندي مصدر تاني للكهرباء بس مصدر مؤقت حاجة من اتنين يتبقى مع الكارنت الاساسي فتقويه يمع عكسه فتضعفه طيب تعال نشوف بقى نعمل ايه المشي الساوث هو اللي بيقرب اه فإيه اللي هيحصل في الكويل ده بحيس يعمل ايه ساوث زيه الله لا لا بقى عندك ساوثين هنا بقى عندك كارنتين والتنين هنا مع بعض الاتنين بيعملو هنا ساوث والتنين بعاملو نورث خد بالك لو قربت ساوث هيعمل عشان يعمل ريبل كلما يقرب الكويل ده بيعمل فيلد يبعدو مش عايزوا يقرب متى اللي يعني فهيبقى ساوث وساوث الاتنين هيا ساوثينهم s وا de s بالازرة وس بالأحمر يبقى اللي هيحصل الإضاءة هنا الإضاءة هنا هتزيد instantaneously يعني لحظية فهنا هتبقى إيه هتبقى increase increase إيه بس يعني لحظي مش عاله بس ما كتبش هنا لحظي ولا حق the light intensity of the bulb instantly مفروض increase بالنسبة question number 26 in the figure shown a rectangular coil is placed near a very long straight wire or straight carrying current wire ماشي يمين if the coil is moved as shown يبقى كده بنبعده بنبعده أيوة away from the wire بالمنظرة as shown فبيقول لك in the figure what is the direction of the current induced through it يعني through the coil ده لو كان فيه آه لو كان فيه طيب أعمل أول حاجة يا أولاد عشان مغلط شي أول حاجة أعملها إيه أول حاجة أصار مش الكرن ده اللي أنت لسمه ده يسار ليه field ولا ملوش أكيد ليه field حواليه صح طيب على شكل concentric circles as the wire at the center تعرف تجيبني ال direction بتاعه على الجنب اليمين واليسار يمين ويسار حاط هحط هحط الثنب فين هحط الثنب في اتجاه الكرن بإيد السابع هتلف فين هتلف كده خلاص يبقى الجنب اليمين ده هيبقى xات والجنب اليسار ده هيبقى dots صح طيب يبقى معنى ذلك يبقى ده xات نلاحظين حاجة على xات آه آه بتبقى قريبة في البداية وبعدين بتبعد صح بتبعد بتبعد مثلا xات اهي بتبعد ده ال field بتاع مين رده بتاع ال wire لما يعدي فيه current لسه ما جدش يام بالكويل لسه ما قربتش للكويل يبقى ده ال field ده ال field due to the straight wire اللي carrying current ده ال field يعمل حاجة ده المنظر بتاع ال field خلاص uniform field ولا non uniform لا non uniform ليه لانه المسافات بينهم مش واحدة لان circles دي طبعا من ناحية تانية تبقى dots خلي بالك بقها تبقى dots مش cross بالمنظر تتبعد برده او تتبعد كده لان circles دي بتكون crowded near the wire less crowded away from the wire الغالة هنا فيه مشكلة ده البيئة جماعة ده البيئة جماعة طب سؤال هو انا لو ببعد في الاتجاه ده يا طرى field اللي جوه area دي field اللي جوه area دي اللي جوه area دي شايفيني area دي انا مش عايز بس انا بعمل بقى بلون نكون خفيف area اللي انا بتكلم عنها دي اللي هو ال square اللي انت عندك beef a beef a beef a كل ما يبعد ال beef a دي بتقل اللي هي phi m ال beef a دي اللي هي مين يا جماعة اللي هي phi m اللي هي phi m بتزيد ولا بتقل الله علي يقول دي ال beef a بتزيد ولا بتقل هتقول لي بتقل طبعا لان ال area سابتة ال phi m ال phi m عندي بتساوي b في ايه والarea سابتة ال b بتقل يا جماعة ما انا ببعد عن ال wire ما كل ما ببعد عن ال wire الفيلد بتاع اللي وصل ال area bl حلوة اوي according to lens ايوة لما الفلكس اللي جوه اللي قاطع في الكويل ده bl هينشأ induced emf يعمل ايه ايوة يزوده يبقى يعمل ايه اكسات ال current اللي هينشأ يعمل اكسات ولا يعمل dots الله اكبر يعمل ايكس عشان يزوده ولا يعمل dots عشان يقلله لا هعمل ايكس كمان مرة ال phi m اللي قاطع في الكويل نتيجة الحركة بتعطف الاتجاه ده ال phi m ليه ال b في ال a ال area سابتة تتغيرش area square سابتة ال b هي اللي بتقل يا سر البابعد عن ال wire فالفلوكس اللي بتقعو الكويل بيقل بيقل according to what lens and induced demf and also induced current are generated such as to increase it انا عايز ازوده ما هو بيقل انا عايز ازوده طب لو كان بيزيد عايز اقلله ماشا فمعنى زي الاكسات اللي بالازرق عملت ايه فاعمل ايه اروح عمل لها اكسات بالاحمر فال current يمشي ازاي يمشي على شكل s الله اكبر على شكل s ما هو ال s ايوة south south بتاع المغناطيس والnorth هتلاقي ان south الفيل بيخش في يخش في يطلع منين يطلع من north فلو انت عايز تعمل magnetic field دي حيث direction بتاع كونه عمودي او perpendicular into the coil زي اقسات الازرق كده عايز اعمل عمز اقسات بالinduction زي اللي موجودة بالازرق خلاص زيها يعني زودها يعني خلاص امشي بقى ايه clockwise بالمنظر ده كده عشان الفيس بقى قدامك ده بقى ايه ايه بقى south ناصران خلاص حاجة تانية عشان الحبايا خلاص for every action there is a reaction ايه action بتاعك الاكشن بتاعي move away move away صح مش هو اللي قايل مش هو اللي مديني ال direction ده جماعة مش هو اللي قالك بيتحرك كده حتبلاش همسح هنال لنا الرسمه ده او عشان اباين اللي هو ايه اهو مش السهم ده اللي مرسوم في السؤال اه انت كده بتعمل ايه action بتاعك move away every action هيطلع induced current بيكون في direction بحيس يكون ال wire ده شايفين يا جماعة بصوا كده بيكون inside ده في كهرباء والside ده في كهرباء الاتنين الكهربتين دول مع بعض بزمتك مش لما يكون current في ال wire ده والcurrent في ال wire ده مع بعض بينهم في attraction attraction اه طيب لان انت بتبعده انا اكاذي reaction مش عايز ابعد عايز اقرب ماشي for every action there is a reaction عايز تعملها بالطريقة الاولى ماشي تعملها بالطريقة التانية ماشي يبقى في الحالتين ال current هيمشي clockwise clockwise يبقى اللي جابة عندي هتكون a clockwise number 27 which of the following describes the moment اللحظة when the direction of the current gets reversed in an electric motor انتم تعلمون ايه السادة ان ال current بيتعكس في اللحظة اللي فيها ال coil بيوصل لوضع ال vertical position لانه لو اتعكس قبل كده ال coil مش هيلف ال coil مش هيلف لازم ال coil يوصل الوضع ال vertical position فيتعكس ال current فتتعكس الفورس فيتعكس التورك وبالتالي ال coil يلف بروبرلي كمان مرة احنا اكدنا على الكلام ده قبل كده ان عشان ال coil يلف بتاع الموتور the current لما يقول لك دقيقة قوي يعني المهم العز وصله لك في اللحظة اللي ال coil بيوصل فيها الوضع vertical position ال half cylinder اللي مع اكس يروح ال y وال half cylinder اللي كان مع y يروح دوران ازاي احنا قلنا دوتو انيرشيا لانه ما هو اساسا معاه اساسا حركة فمش هيقف معهوش فرامل ما بيفرملش نفسه فبيستمر بالقوة الدفع اللي معاه صح في اللحظة دي التورك بصفر ان الفورس للفوق والفورس للتاحت بقوا على الخط واحد فبيكنسله بعض صح فهلال اللي جابه بقى ايه اللي جابه هي بيه اللي هي وين مفروض 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 هنا دي تبقى فورس مش تورك على فكرة كمان يعني لانه فكر اصل السؤال يعني بس مش مشكلة يعني لان اي اجابة تانية تعالى نقراها كده غلط ما هو لو كان ماكسوم كان هيلف يعني ماكسوم بيكون في وضع الهوريزونتل في وضع الهوريزونتل وده ما بيعكس في الكران ما بينعكس في الكران في الوضع ده طب مفروض هنا فورس هو كده هنا طب نشوف غيرها طب لا طبعا يعني كويل مايل برضو لا لو اتعكس الفورس هيتقلب الحركة هيتأرجح يعني هيهز يمين وشمال الكويل مش هيلف مش هكمل دوران بعد كده نمبر دي وين ذا ماديك فلاكس ثرو ذا كويل ايكوال زيرو لا ما هو ايكوال زيرو يكون ايه الكويل ساعتها وده وضع الماكس تورك يعني كأنك بالظبط بتعيد رقم ايه تاني ما عندكش حل مفروض 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 فولس بس كده بطور لو داتا بايكو ها تكون سيه ذات ذا كويل روتيت ثرو اللي بيلف في اللي ايه ايه رأيك هاختار من الرسمة اي ام اف ماكس اهوى يا سيدي ايم اف ماكس ده ايم اف ماكس ومن الرسمة دي برضو عندي هنا ده با ايه ده بالميلي ساكن قل بالك ده الام بالميلي ساكن يبدأ تي فنقول بقىalf ساعتها ايه ان ايم اف ماكس قانون بتاع ايم اف ماكس بيساوي ان بي اي اومي اعمل ايه لو انا ما عنديش اف اعمل اشيل الاف ايوه وحط وان على تي خلاص يبقى ان بي اي تو باي اف او تو باي على تي صحيح ليه على اساس الجيب انزلنا عندي تعال نراجع ايه ماف ماكس عندك ياس طب التي عندك عندي طب ان عندك عندي الاريا عندي فاضل مين البي تعال نجيبي البي بقى البي بقى كل المضروف فيها ينزل تحت والمقسوم ها يطلع فوق يبقى هنا هنقول ان البي بتسابق طبعا اي ام اف ماكس اي ام اف ماكس ايوه فيتي فيتي اوفر ايوه اوفر ان اي تو باي حلو كده اشتغل امعال العب يلا بين ايه بقى كده ايه ففتين ماهو ففتين اهو نراجع حاجة حاجة الطايم عندك كام عشرة اي لا لا مش عشرة طايم ستين باور نيجيتف تري ليه لان دي بالملسكند يا سار فبحولها للسكند اوفر الان بكام يا شباب الان بخمسمية سار طب والاريا والله يا سار الاريا عندنا بزيرو بوينتو ها في اتنين في باي كالكوليتر طبعا المهم بالحسابات هيطلع الرقم تو بوينت فور تايمز تين باور نيجيتف فور تسلا يبدأ البي يبدأ الاختيار بتاعنا هيكون ايه هيكون دي مسألة سهلة جدا فاش اي حاجة خلص معنى شكلها ضخم يعني نقط 30 wire X was moving in the plane of the screen perpendicular to a uniform acidity field. the wire is of length four meter and is moving الضحان is moving with a velocity of 7 meter per second v and induced of pencil 0.6 induced in the wire where the electric potential of x greater than y the μ الضح RE إلي Desert و의 wire بيتحرك من اللو للهي بوتانشل لجمعها من اللو للهي ده جوه مين؟ جوه السورس أو البروديوسر أو الحاجة اللي بتعمل جينريشن للإنديوز ديم أف يعني ده كأنه ده باتري ده البوزيتف بتاع الباتري وده النجدف بتاع الباتري فالكهرباء جوه الباتري بيتحرك من نجدف للبوزيتف وبره الباتري من البوزيتف للنجدف خد بالك يبدأ حركة الـ direction بتاع الـ emf او بتاع الـ current جواه مثلا فالـ x is greater يبدأ الـ y is smaller يبدأ من smaller للـ greater فهنا بيقول لك عايز حاجتين عايز magnitude with direction بتاع المجنيتك فيه طب اول حاجة المجنيتود احنا عندنا القانون بيقول ان الـ emf بيساوي blv طبعا sine theta هنا ثيتا بـ 90 يبدأ الـ b بتساوي الـ emf over lv طب الـ emf بكام 0.6 over الـ l بكام before v بكام 7 فهيطلع الرقم 0.2 0.02 tesla كده فاضل لي ايه؟ كده فاضل لي الـ direction 0.02 يبقى انا هستبعد C وهستبعد D دول بره يبقى الاختيار ما بين A و A فاضل ايه بقى الـ direction يبقى الـ direction هنا باستخدام فليمينج right hand rule انا اللي عندي هنا الـ direction بتاع الـ current الـ direction بتاع الـ current يبقى ده الـ middle finger ايه دي الـ middle finger مثلا خلاص ودي السبعين اللي تحته انا بس بحاول ارسمه لك يعني انا رسمي على قدي شوي علشان انا بس احدول كده ماشي عشان ارسم تحت ادي الـ middle finger ماشي وادي السبعين اللي تحته ادي واحد ادي التاني وادي الثم ده الثم مثلا يعني ماليش على قدي بول يبقى فاضل ايه هل بقى لك الثم ده الحركة ماشي وده الـ current ده الـ current وده الـ motion ده الـ v فاضل مين بقى اهدي يا سيدي ايه اهدي الفورفنج يبقى الفورفنجر لازم يشاور على جوه كده ماشي ده بقيت الـ e ده هي جمع عرفش تخيلته هلا ده الفورفنجر خلاص يبقى الفورفنجر لازم يكون perpendicular to the page into the page يجيب الفيلد عمل كده جمعا ده الفيلد perpendicular into بالمنظر ده كده لو انت قد طبقتها بالـ Fleming right hand rule هيتلع لك هنا الـ direction بتاع الـ current من y الـ x إذا هنا الاجابة هتكون a inwards نوبر 31 بيول فور the circuit بلو which of the following values of f and c and l الأول الـ frequency والcapacity والإنكتنس حسنا بس نسترجع الأول الذي نعرفه الذي نعرفه أن 1 over 2 by root c طب هو ميضي لي فكل روئي ميضي لي frequency c والألوي قول لي أنهي 3 مع بعض يسوي بعض طيب ما رأيكم عملا نعمل حركة زكية جدا انشاء الف دي على ون ما تيجي نعمل cross multiplication يبقى لازم اختار الرو الرو اللي الديني هنا نعمل بقى cross multiplication يبقى F times اللي تحت ده يبقى F times to buy times root LC لازم يديني ون اه الرو اللي الديني ون يبقى هو الصحيح نبتدي واحد واحد كده يال الرو الاول عني twenty five over buy اللي هيا دي خلصنا منه times to buy times root ال ال بتماني C ايوه 50 times ten power negative six قرب هتطلع وان سبحان الله يعني اول واحد هذه اللي صح اه دعاء الوالدين بقى يعني لو انا بص بقى حركة بسيطة وزريفة جدا ان حضرتك تعمل cross multiplication يبقى لك ان one times one هي هي ديف دي ها يبقى معنى ذلك كل دول في بعض كده F to buy في روت LC لازم يبقى اي حاجة تانية غير كده هتلاحظ ان اول روحة لك الموضوع number thirty two the ratio between x c and x l for r l c circuit that makes the phase a difference between the voltage and the current unit equals 45 خلي بلك ال 45 هنا بالبوزيتف مش بالنكتف ها بالبوزيتف كتير طبعا where x c equals r x c بيسوي r خلي بلك x c بيسوي r طيب ماشي تعالى نشوف كده اول حاجة هاول تان 45 بيسوي ليه تان ثيتا ها بيسوي x l minus x c over r ده بيسوي one ما هو تان طب ماتين نحط ال x c بار زي ما هو قال اي بى x l minus r على r بتسوي واحد طب ماتين نعمل cross multiplication يلا بين اي بى x l minus r ثواحد بيسوي r اي بى x l بيسوي اتنين r حلم طب ها هو بقى عايز x c over x c طب ال x c هو قال النواب r وال x l طلعت ان هي باتنين r هيطلع العلاقة بينهم كام one to two اللي هي كام اللي هي هاف number 33 مسألة من المسائل المكارة والزكاية جدا والسهلة جدا في نفس الوقت in the opposite circuit when only the capacitor is removed شنة ده يا جماعة شنة بقى فيش في circuit غير مين غير x l و r صعب ف بيقوللك بقى هنا اه the total voltage leads the current by phase angle 45 استنى بقى 45 بالزات زمان تعرف ان تان 45 لازم يديني one طب مان تعرف ان القانون تان ثيتا فحالة الكويل والار بس يسوي xl على عشان دقيني يا دي معنى ان الايكس قل هي الار. في القيمة يعني بتكلم على القيمة يعني. يعني ده بخمسين بدا ده بخمسين زي. ناشي? يبقى الايكس قل هنا بفيفي. خم. طب. قالك بقى ايه ايه. لو اه كابسطر رجعناه تاني وشنا الكويل. يعني الكويل ده هو اللي تشال مش الكابسطر. الكابسطر رجعناه يا جمعها. رجعنا الكابسطر. وشنا الكويل. هلقصي يبقى هناك عندي إكس سي. هنلاقي بيقول. آآآآآآآآآآآ� يقول هنا با إيه؟ يقول هنا إيه؟ وحين أنه عندما يقوم بجميع الجزء من الوزن. تقمي عندما يقوم بأول هنا. وحين أنه عندما يقوم بجميع العلاج الوزن. طبعا نحو فقط. تقمي عندما يقوم بجميع العلاج الوزن. نفس القصة. تم ثتا تساوي XC على ر من النيجاتف. تساوي. الله ما صلى سيدنا الحمد بالنيجاتف 1. لأن هنا يقول إيه؟ الكارنت هو اللي بتقدم على الفولتش يعني الفولتش هو اللي بتأخر على الكارنت المهمة ساعتها نقول بقى ايه طبعا النيجتف يتكانسل مع النيجتف يبقى الـ XC هي الـ R تأخذين بالكم من حاجة ايه ما هو 45 دي طالما انت حطتها يبقى الـ component بيساوي الـ R XL بيساوي الـ R أو XC بيساوي الـ R طب الـ XC برضو بكام بـ 50 قوم طب لو للثلاثة تتحطوا تاني بقى ده السؤال الزاكي بقى يبقى دي ريزولنس يا جماعة الله مش الـ XL بـ 50 و XC بـ 50 اه يبقى ساعتها ساعتها الفولتش ده كله رايح لمين للـ R كله لانه دول كانسلوا بعض خلاص دول لغوا بعض حالة ريزولنس يا فلو انت عايز الـ current بقى في وجود التلاتة هقوله V total على Z والZ هنا هي الـ R يبقى متين سمع على 50 هيطلع كام؟ هيطلع 4 أمبير يبقى الإجابة عندي هتبقى 4 في وجود التلاتة لانه هو قال لك ما هاد لك قبل كده لو شلنا مش عارف الكاباستور هيبقى الفيز أنجل 45 ولو شلنا الاندكتور يبقى الفيز أنجل 45 طبق 45 التام بتاحها بـ 1 معناها ان الـ XL هي الـ R والـ XC هي الـ R كقيمة كرقم كرقم يبقى ده الرقم ده زي الرقم ده بالظبط يبقى دول في حالة ريزولنس دلوقتي في وجودهم من اتنين مع بعض يبقى الـ V-Total هي الـ V-R يبقى نأسب V-Total على الـ R اللي هو الـ Imbedance ها يديني أعلى كرنط في السيركيت اللي هو كام 4 أمبير نمبر 34 أخر سؤال في الـ MCQ إن سؤال في سيركات المدينة من الـ ACاتم النقم من الـ Estقم من مخصص اللي هو الـ V-Total إلى مخصص اللي هو المدينة بوقو نبص على V-1 V-1 الأول مرتكب على رسيطانس وي قويل وبالتالي V-1 هنا بتساوي سايفة روت V-R بوقو 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 V-L بوقو لم يتسبب القوانين بتاعتنا لأنه virtual addition يعني V1 بتساوي سكوار روت طبعاً ده كم ده 3 فولت وده 1 فولت خلاص إبدا 3 سكوار بلاس 1 سكوار هيطلع عروض تاني حلو كده ده بالنسبة المين لV1 لطلع عروض تاني شاب المنظرة حلو بس روت تاني حلو كده ادي اول جزء جزء التاني بقى عايز V2 V2 ده بين الكويل وبين الكاباستر اللي هو الحتة دي كده فانت عارف ان V في حالة الكويل والكاباستر وV2 بتساوي VL ماينس VC اللي هي 1 فولت ماينس 3 فولت اطلع كم ماينس 2 فولت اتفقنا اتفق طب هو بقى عايز ايه هو عايز ريشيو بين الفاليوز مش ضعبة بالديريشنز ولا الفيز انجل ولا الكلام لان ما عنديش نيجاتف خالص في الاختيارات مش ضعبة فيه فعايز ريشيو بين ريدنج ال V1 لل V2 اللي هي V1 تو V2 او V1 ل V2 بالمنظر ده كده V1 ل V2 V1 هيبقى روت ل V2 هيبقى تو هنا ما عنديش في الاختيارات في الاختيارات ما فيش نيجاتف بس هو القانون طلع ماشي ما يطلع زي ما يطلع ماشي فيها بس هنا VL مينس VC ده القانون بتاعنا ده ده كويل وده كاباستور وعلى فكرة الكارنت اللي ماشي واحد في كل دول الكارنت واحد ماشي فهنا فهنا فال VL مينس VC يطلع نيجاتف تو يبقى ريشو الصحيحة هي روت تن تو نيجاتف تو بس ما عنديش نيجاتف تو خلاص هاخد روت تن لتو هاخد روت تن لتو اللي هي بالنسبة للاسي questions an induction is connected to a battery of EMF هو الباتري ها اللي بالك من الكلام باتري يعني DC DC بداية لنا DC ماشي بداية DC كامية CD 48 فولت ماشي الانترنال resistance is negligible so the current is 6 أمبير على فكرة من المعلومتين دول البداية موصل DC اقدر اجيب مين اقدر اجيب الار بتاعت الكويل resistance الكويل بيتساوي V over I يبقى هنا 48 divided by 6 gives 8 اوم كده انا اقدر اجيب ايه ريجبت ايه resistance الكويل في وجود DC انه ما فيش induction حتى دي ما فيش induction طبع بعد كده آآ 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 بص بقى هنا من اقول هنا when the battery is replaced with AC بقى هنا AC يبقى في عندي R وExcel with a frequency 50 على بقى بدل F والفولتج R5 ايوه يبقى نكلم على الAC والفولتج R5 الكارنت اللي معدي كان 5 أمبير عايز self-induction coefficient قوي قوي بص يا معلم هنجيب الايه هنجيب الimpedance تساوي ايه بقى الimpedance هتقوله V على I ال V بكام يا معلم بary 5 over 5 طبعا بعد ما جبت طبعا طبعا ده يطلع كام هيطلع هيطلع 17 O طب ده في نفس الوقت بيساوي square root أيوه R square plus XL square R square plus طب وإن R عندي ب8 لسه مطلح والZ عندي ب17 تعرف تجيب XL آه يبقى XL بيتساوي root Z square شيل منها R square اشتغل يبقى square root 17 square minus 8 سكوار هيطلع كام هيطلع 15 O ده مين ده لك سيقل ده مش بيساوي 2 by F L ها يبقى اللي بتساوي ايه هتقول اللي بتساوي ال 15 اللي هي دي over 2 by F يبقى 15 over 2 by ال F عندك 50 over by فالby تتكانسل مع الباي 2 50 دي 100 يبقى 15 على 100 يطلع 0.15 Henry يبقى دي الاجابة 0.15 Henry question number 2 the graph represents the change in flux through the dynamos coil during the rotation of in a uniform field if the coil has a cross section area then area and 10 turns calculate the induced dmf at the instant y في laحظة y بص فا دل ال المرسوم هنا هو في m بال وبر بعد time in seconds through complete cycle طبعا ده بدأ من وضع vertical position الcoil من وضع vertical position ليه يا ولاد لأن الوضع ده يسار لفيه أكبر عدد من الفلاكس لينز معدي على plane of the coil زي ما انت درست معي اقصى عدد من الفلاكس لينز معدي على plane of the coil لما يكون الcoil ايها perpendicular وده بدأ فعلا اهو cd بدأ من 0.08 ده اكبر رقم لل phi m طب مع الوقت ده يبتدي يلف لغاية ما يوصل لوضع الhorizontal وضع الhorizontal بيكون فيه الفلاكس zero وضع الhorizontal بيكون فيه الفلاكس zero ده وضع الhorizontal يا جماعة ده وضع الhorizontal كان فلاكس لايم معدي على البلين دلوقتي يبتدي وضع الhorizontal هو الام اف ماكس يبقى لما تقول عند اللحظة y where phi m zero ايها طبعا ده بعد ربع لف صح بعد ربع لف يبقى هنا هقول ان الام في الحالة دي بتبقى ماكس عند الpoint y بتبقى الام على فكرة عند الpoint الpoint مثلا دي بتكون الام f zero مافيش ام اف اساسا في الوضع ده وضع الvertical position المهم ام اف ماكس بتساوي n ba n ba ايوة اوميجا اللي هي 2 by f 2 by f صح بس انا ما عنديش f يبقى 2 by على t انا هستبدل f 1 على t يبقى n b a 2 by على t n b a 2 by على t طيب بص بقى ايه رأيك ال b في a ايوة هشلها ايوة احط f m ايوة f m في 2 by على t يلا نشتغل يلا نشتغل ال n بكام يعن معلم ال n بعشرة اهي طيب f m من على الرسم f m بكام يا سيدي ال phi m ب 0.08 0.08 في 2 في b على ال time كله ب 0.08 اللي هو time بتاع complete cycle ده ده من ترف لترف مش ديع بتعتبر ويف كام لا ايه complete cycle اخدت كان بقى اخدت 0.08 يبقى على 0.08 طبعا 0.08 فو تت cancel مع 0.08 تحت يطلع لك ايه الحل 20 20 باي ايه فولت او عايز تطلح 20 باي فولت ماشي عايز تكتبها 62 point 83 فولت ماشي لتنين صاح يبقى دي صاح ودي صاح question number three the mid point of the scale of anometer between 0 and infinity marked as 1500 او على فكرة النسل محترفة عرفة ان الرقم ده يعبر عن ر اومتر ولو انت مش محترف هؤل تعمل ليه بس الناس المحترفين عارفين ان الرقم 1500 يمثل ر الامتر سنعرف لذي الوقت if the ohmmeter is composed of a galvanometer ده تركيب الداخلي يتركب من galvanometer لي resistance 250 اوم يبدأ الارجي fixed resistance اللي الاري standard 1 كيلو اوم يعني 1000 اوم ريوستات ان i dash i dash بيساوي نص i max جبت الكلام ده منين ما هو قال لك اهو في الناس دي midpoint midpoint of the scale يعني نص الـ scale طب يبقى rx اقلب وشي الواحد اقلب وشي الواحد من الار او من الاخر يبقى rx هي r او ساعت هقول لك بقى ان الار او هي 1500 لسه اللي ولدي عليه او طب مش ده بيساوي التركيب الداخلي بقى وش كلهم series r g plus r standard plus r اللي اخدها من الريوستات يلا بين يبقى 1500 دول مجموع يبقى 250 اللي هم دول plus 1 k اللي هو 1000 زائد كام بقى اخده من الريوستات بص يبقى r هتطلع في الاخر كام 250 او اهي the last question the opposite graph shows the relation between r xl xc and the frequency f of an ac current in r lc circuit of an ac current in series يعني use the graph to prove that the impedance z at the frequency c equals r root 5 um هنجي عندي c وهي هنتحرك horizontal vertical لا vertical لانه ثبت لي frequency c ما تحرك شي من وشمال لو حرك من وشمال ده معنا frequency هتغير يبقى عندي c اخر بقى تلاقي الpoint دي 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 الpoint دي معناها ان xc بتسوي r xc والr زي بعض على فكرة curve ده xc والstraight line ده هو r فهنا النقطة دي نقطة التقابل بتاعت الاثنين بتاعت curve مع line يبقى دول بيسوي ايه بيسوي بعض طيب يا ترى بقى عند نفس point c لو جينا طالعا على فكرة لو قلنا ان المربع الواحد بr يبقى مربعين باثنين r يبقى تلات مربعات بتلات r الله اكبر يبقى عند نفس point c لو طلعنا الفوق هنطلع كم مربع هنطلع تلات مربعات طيب المربع الواحد بيعاد الكام بيعاد الر المربع بr المربعين باثنين r التلات مربعات ب 3 r يبقى هنا point c xl عند point c بيعادل 3 r من على الرسم اتفقنا اتفقنا انا اريد ان اجلب z z تتساوي square root r power 2 plus افتح bracket xl minus xc all power 2 بيساوي square root r power 2 plus افتح bracket xl بكام 3 r xc بكام r all square يعني بيساوي square root r square plus جوة bracket هيطلع 2 r square يبقى 4 r square 4 r square r square يعني هيطلع root 5 r square طلع لي r برة يطلع لك r root 5 وهو المطلوب ماشي يبقى هنا اخط بالك اللعبة لعبة لذيذة او بالمربعات يعني ماشي الى هنا يا السادة تنتهي هذه الحلقة الى لقاء اخر مع امتعنت اخرى ندعو الله لكم بالتوفيق والسداد وربنا يكرمكم ويبرك فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته